دعونا نتابع حالة تلميذ والأساتذة بطريقة وصولهم من وإلى مدرسة النور الابتدائية في الهارثة بمحافظة البصرة بعد أسبوعين عن توقف الأمطار في آخر أيام الدراسة وعلى أبواب الامتحانات النهائية فنشاهد على كيفك بابا على كيفك على كيفك بابا على كيفك على كيفك على كيفك ترجمة نانسي قوة شكراً لكم شكراً لكم